موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في البوصلة قبل أن ينتهي لهيب الانتخابات الأمريكية و قبل أن يصل الرئيس جوزيف بايدن إلى حكم أمريكا حصلت تطورات إقليمية مثيرة وجديرة بالتوقف معها هنا في الشرق الأوسط فاغتيال العالم النووي الإيراني والتقارب السعودي التركي والإعلان عن إنهاء الأزمة الخليجية قريبا و كل هذا لا يزال وتركيا لديها علاقات غير محسومة مع اليونان و أرمينيا و إشكال مع فرنسا ترى كيف تفهم النخب و مراكز الدراسات في تركيا هذه المشكلات جميعها ما هو أفق التواجد التركي في ليبيا ما الذي نتوقعه من رؤية في تركيا للمشهد في اليمن هذه التفاصيل أتوقف معها مع البروفيسور أحمد أويصال مدير مركز أرسام لدراسات الشرق الأوسط هنا في تركيا دكتور بروفيسور أحمد أويصال أهلا بك ضيفا عزيزا كريما أتشرف بك معي في برنامج البوصلة بقناة المهرية مساء الخير أنا سعيد بوجود معكم الشرفلية دكتور أحمد أحييك أبدأ معك عن حكاية التقارب السعودي التركي في هذه المرحلة نعم التقارب أموما بين الدول المنطقة بين المسلمين دول الإسلامية حقيقة شيء مرغوب يعني شيء دائما يفضل ويرحب لكن هناك طبعا بعد سقوط الدولة العثمانية قسموا البلاد العربية والمسلمة حتى البلاد التركية في أسيا الغسطة في الهند يعني كل ما في أفريقيا مقسم وهذا طبعا التشرزم والتقسيمات لا يفيدنا كمسلمين كجوار يعني مش ضروري كله يعني لا نحكي عن المسلمين فقط لكن هم وحدوا أنفسهم وقسموا إيانا هذا هو المشكل وأي حوار أي تعاون أي تفاهم بين الدول العربية عربية عربية تركية حتى عربية الإيرانية أو آخر هذا يفيد لأن فرق تسود هو سياسة الحاكمة الآن وهذا لا يفيد الأمة الإسلامية ونحن نرحب أي تقارب أي تفاهم بين إما دول خالجية خالجية أو مشرق العربي والمغرب العربي هذا الحوار وتفاهم يعني جيد حقيقة طيب لكنك لم تجبني دكتور أحمد أويصال في الحقيقة أنا أريد أن أفهم منك هذا التقارب السعودي التركي يعني ما هي حقيقته وما هي نسبته وإلى أين سينتهي هل فعلا سينتهي الإشكال في العلاقة بين تركيا والسعودية تمام أنا عاكية العام الآن بالخاص يعني العلاقات تركيا السعودية السعودية دولة محمة في المنطقة تركيا أيضا وممكن يقارن مع مصر وإيران يعني هذا أربع الدول مسلمة وبالإضعاف مصر بعد الإنقلاب هذا واضح إيران أيضا عندها أيضا مشروع آخر وتركيا السعودية يعني دولتين محمتين في المنطقة ما زال يؤثر على المشهد ولكن للأساب لما وصل يعني بعد طبعا الدولتين هم افترقوا أو اختلفوا بسبب الربيع العربي والديمقراطيات العربية وهذا بعد الدولتين هم انتخذوا يعني موقف معادي للديمقراطيات تركيا دعمت ذلك وهذا جعل مشكلة في عهد ملك عبدالله لكن بعد موت الملك عبدالله تركيا يعني أرد أنها مخلصة بالتعاون مع السعودية وهذا كان بداية أحد ملك سلمان كان جيد وكان فيه تقارب وتفاهم فدهت لكن فجأة ترامب وصلت إلى المشهد في أمريكا ومع نسيبه كوشنر هم خربطوا العلاقات وتدخلوا أيضا هذا تناسب مع صعود الأمير محمد بن سلمان ابن الملك سلمان وهذا أثرت على المنطقة وعلى العلاقات السنائية تركية السعودية لأن المشروع أو الباكيج كان يحتوي على ابتعاد تركيا ابتعاد سعودية من تركيا عن تركيا وأيضا اقترابه مع الإسرائيل هذا هو كان مشروع إذن هذا المشروع الآن بخروج ترامب وكوشنر من المشهد أعتقد سيسهد التقارب لكن هناك أيضا أراقل لأن محمد بن سلمان ما زال موجود وهو ممكن عنده علاقة أو مشروع معين مع أمريكا مع الغربة ممكن بالعام ولا ممكن يتغير كثيرا وهو الآن في موقف أضعف بسبب المقتل القاشوكشي وأيضا بما يحدث في اليمن هو تحت الضغط ممكن هذا أيضا حتى بايدن يصر عليه أن يبتعد عن تركيا وهذا سيؤثر على العلاقات السنائية لكن في كل حال طبعا هم الآن السعودية تخاف اقتراب أمريكي إيراني مرة أخرى هذا شيء يقلقهم أكثر كما حدث في أحد أوباما السعودية تخاف تقلق من هذا التطور وتحاول أن ترتب الجوار مع القطر مع تركيا لكن أعتقد ستنتظر الأمريكا لأحد ترامب لأحد بايدن أسف لكي يعطيه شوية ممكن تحفيز أو ممكن كسب رمزي أو ديبلوماسي يقول مثلا بايدن لكي يقول بايدن هو أصلح بين الجوار بين الجارين القطري والسعودي أعتقد في تصالح أو في تحسن في العلاقات الخليجية لكن سينتظر أعتقد ممكن في أحد بايدن وهم سيتربصون سيتراقبون كيف العلاقات تركية الأمريكية تركية وللأسف دول الخليج هم يعتبروا سياسات أمريكا أكثر من لازم ولا يتخذوا السياسات المستقلة هذا هو يفرق بين تركيا وبعض الدول الخليجية لأن تركيا في أحد الجديد مع عزب العدالة والدغان كسبت قوة وتتخذ قرارات مستقلة لكن للأسف سياسة الخليجية تتغير من أوباما إلى بايدن إلى ترامب أو إلى آخر مفروض أن لا يكون كذلك لكن هذه الواقع دكتور أحمد في الحقيقة في هذا الوقت المتأخر من هذا الشهر شهدنا أيضا هرولة لبعض الدول العربية الخليجية نحو إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل إلى جانب السودان معهم أيضا كل هذه التطورات في المنطقة هل لها من قراءة محددة أم أن وصول الرئيس بايدن إلى الحكم هو عنوان كل هذه القراءات فإغتيال عالم نووي إيراني قبله هرولة للتطبيع مع إسرائيل اليوم إعلان لتقارب خليجي كيف نقرأ هذه اللوحة بأكملها في رأيي لو دولة قوية تأخذ قرارات مستقلة لأنفسها أولا لصالحها هذا جيد لأنه ليس هناك مشكل عميق بين تركيا والسعودية والجوار آخر يعني لو استقلوا وتقووا هذا يفيد نحن نفضل الجار قوي أكثر من الجار ضعيف يعني هذا مثلا إيراق مستقل لو يستقل تفيد لتركيا والسوريا كذلك والسعودية واليمن وإلى آخر في التهارب الأخير هذا يعتمد على أمريكا أكثر من لازم يعني العلاقة مع هذا الكلام يعني أريد أربطه إلى سياسة مستقلة لكي نفهم يعني لا نراهن على أي أي رئيس أمريكي لأنه عندهم مصالح خاصة هذا طبيعي أيضا أمريكا لها مصالح خاصة ولا ممكن يناسب أو نحظة الأمة العربية أو حتى تركيا أو حتى كردية يعني هم يعيدون أشياء للإكراد لكن في التطبيق يعني لا أظن هم يريدون الأكراد القوية أيضا لكن هل الآن تهرب لتطبيق إسرائيل تركيا أيضا في الموقف الضعيف في موقف الضعف هم هم حاول اقتراب من إسرائيل يحل مشاكلهم مع أمريكا هذا لا ينفذ بشكل مباشر يا أسيس إسرائيل لها مصاري خاصة أحيانا مختلفة من أمريكا مختلفة من الأوروبا والآخرين وأنه مصالح لو يرى مصلحة إسرائيلية ليساعد مثلا أمارات يساعد أو يعني يطر على النظام الأمريكي أيضا هناك فجوة بين إسرائيل واللوب الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يعني هم دولتين طبعا في تحالف لكن إسرائيل لا تسمع كل كلام أمريكا أمريكا أيضا لا تسمع كل ما يقول إسرائيل إذن اعتماد على إسرائيل لمحافظة على المصالح في المنطقة أو مكان مثلما يعني كان في تسريبات محمد بن سلمان التقى مع نتنياهو لكي ممكن هم ناقشوا العلاقات المستقبلية لكن إسرائيل لا تدافع عن السعودية لو تحتاجها بشكل جدي يعني عندها مصالح حتى ممكن يريد يعني ضغط على السعودية لكي تتنازل أكثر أو على تركيا نحن جربنا هذه السياسة في تسعينيات ولم نفلح ولم نستفيد من هذا المبدأ لكن لو أنت تتقوى وترتب أمورك في الداخل هذا يفيد بالعام وهذا المنطق يعني أعتقد لا يناسب لكن هذا ميراس ميراس ترامب ميراس سياسة إدارة ترامب وأعتقد سيتفشى شوية بخروجه دكتور أحمد أويصال في الحقيقة يعني أريد أن أوسع النظر أكثر لو سمحت لي هل أن هذا التقارب السعودي التركي الذي يتزامن مع تقارب خليجي خليجي هل سيعني مثلا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حل المشكلات القطرية والعلاقات الإقليمية وبالتالي سنتوقع أن تركيا ستنهي مشكلاتها في العراق وسوريا وليبيا وربما حتى مع اليونان ومع فرنسا يعني تركيا طبعا لا تريد مشكلة مع الجوار لكن هناك يعني 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 بعد مع العرب الدول العربية تريد الكرامة تريد ديمقراطية تريد العيش تريد التنمية وال ديمقراطية أصلاً أصلاً رئيسه لكن لو لا ينتخب هم مرهون أو مديون على هذا الدعم الخارجي وهذا يضعف البلد في كل حال الآن لو تركيا قوية يتفاوض مع الجميع مع الروسيا مع اليونان لكن في محاولة الآن البعد العربي والبعد الآخر بقوة تركيا في بعض الجهات يريدون إضعاف تركيا وإبعاد تركيا من المشهد مثل شرق المتوسط مثل سوريا سوريا تركيا لا تتدخل للترفيه في مشروع تقسيم سوريا وأيضا جعل الشرق بين تركيا والعالم العربي بدولة كردية لكن مش كردية كاملة يعني كردية عميل يعني لأمريكا مثلا هذا واضح يعني دعم الأمريكي لفكا وهذا طبعا تركيا تدافع عن مصالحها ومستقبلها ودائما أقول التركيا والعرب والكرب في نفس السفينة يعني لو ننحض ننحض مع بعض لو نغلق أيضا نغلق مع بعض لا نريد يعني فجوة بين أو إسرائيل آخر في جنوب تركيا إذن بعض المشاكل يعني بالمنطقة وبالتغيرات الجزرية بالأولمة بالربيل العربي أيضا كورونا في سعود الشرق مثلا هذا شيء حقيقة قوي يخلق الغربيون سعود الصين والروسيا هم يعني الآن أعتقد بايدن أيضا سيركز على الصين ويعني في هذه الأيام لو لا يوقف الصين ممكن في المستقبل لم يستطيع أن يوقفها يعني هذا هذه ظاهرة تقلقهم وهم طبعا تركيا تناور بين هذه القوى وروسيا قبلت بتركيا الجديدة لكن الغرب ما زال بعض الدول مثل فرنسا ممكن بايدن يعني أو آخرون سيتواجه بهذه الظاهرة وسيقبل يعني لو لا ممكن هم تركيا كما تعرفون أيضا تعلمون في مكان استراتيجي جدا بين الشرق والغرب جنوب والشمال لو ينحاز مع مخيم الشرق سيكون تأثيرات ثقيقية يعني يضر الغرب والغرب الأقلاء والحكماء هم يعرفون ذلك ولا يريدون مثل ماركا عندها خبرة طويلة الآن هي تعرف جيدا أن تركيا هم يحتاجوا إلى تركيا أكثر ويعني تركيا تناور بين هذه التطورات والتناقضات دكتور أحمد لو سمحت لي يعني أنت معروف أنك بروفيسور وتدير مركز دراسات للشرق الأوسط وتتعمق في قراءة التفاصيل اسمح لي أن أبقى معك في سؤال بشؤون بلدك تركيا كيف تتحملون أنتم في تركيا أن تكونوا محاطين بكل هذه المشكلات يعني هناك انتخابات رئاسية لكم في تركيا ستكون بعد سنتين ونصف على الأقل كيف ستعبرون نحو انتخابات الرئاسة ولديكم كل هذه المشكلات يا سيدي من اليونان إلى أرمينيا إلى فرنسا هنا في الشرق الأوسط في العراق سوريا ليبيا الحساسية مع دول الخليج مع مصر كيف تقرأ أنت الصورة الكبيرة لكم هنا في تركيا من خلال تأزم العلاقات مع بعض الدول في الجوار أو في العالم عزيزي لو تستسلم أنت مرتاح لكن الشعبك غير مرتاح لأن تعاني من يعاني من الفقر والقمع والأشياء أخرى الآن تركيا استفادت من هذه الديمقراطية والتنمية والاستقلالية ستحافظ على هذه الأمور وأيضا لو في إمكان تساعد على جيرانها مثل السورية مثل ليبيا وأيضا مثل أرمينيا أو قرباغ يعني لكن الشعوب التي تدافع عن حقوقها مثل مثل الأزربيجانيون يعني هم دافع عن حقوقهم تركيا كدولة داعمة مش لللاعب الأصلي يعني تركيا لا تحارب بنيابة عن الأزربيجانيين تركيا لا تحارب عن نيابة عن الليبيين أو السوريين يعني تركيا لو في الصمود لو في ممكن صراع تركيا ترى تستطيع أن تؤثر تركيا تدخل تركيا لا تسوق دموقراطية تركيا تدعم الناس أدبي دموقراطية طبعا في كل البلاد وكل العالم لكن في النهاية في هدود لهذه القوة تركيا تناور وتتحمل لكن نحن أيضا نعرف لو نستسلم مثلا هناك نقاش عن الأقوبات العربية على تركيا هل ستتضرر تركيا من ذلك أكيد ستتضرر لكن بالأموم لو نستسلم ولا نحافظ على حقوقنا ولا نتافي عن حقوقنا والمصالحنا سنكون أضعف من الأقوبات سنكون أسوأ من الأقوبات إذن من المهم أن نتحمل الأقوبات أو الحجمات أو أيضا الضغطات هذا طبيعي أيضا أمريكا تحت الضغط يعني أنتم كل العالم تفرجون أمريكا تحت الضغط القورونا في أنصرية في اقتصاد محتزة الصين ليست مرتاحة الروس ليست مرتاحة إذن هذا طبيعي لكن نحن في عين العاصفة ونتوجه من الجبهات كثيرة لكن الحمد لله تركيا قوية لا تدخل الإسرائيل مهلك أو حالك مثلا كما دخلت سعودية وإيران بحرب اليمن لا يعرفون كيف يخرجوا للأسف وشعب اليمني يعانون من ذلك تركيا يعني تحاسب وتحسب يعني إشغاله بدقة ويعني تأخذ سياسات أو تتخذ سياسات يعني مدروسة ولا تغامر في مستقبل البلد طيب دكتور أحمد ويصال وصلت إلى ملف السعودية وإيران في اليمن كيف تفهم أنت حرب اليمن وهي في نهاية العام السادس للأسف يعني نقطة حقيقة مرتبطة ببعض بعض الدول أوباما أصلا هو إراد أن يورد تركيا الحرب مع إيران في سوريا حتى هو صرح بذلك وقال عندك جيش قوي يعني أمريكا في جيش أقوى ولو يضرب صواريخ أو إثنين ثلاثة يعني إلى أسقط النظام الأسد وقال أن خط الأحمر والقصف المدني أو أسلاح النوو يعني كيمياوي استخدمت كل نظام الأسد لكن تركيا بقيت عاقل وحكيم ولم تدخل صراع مع إيران وصبر ويأخذ أيضا تعامل مع الروس بالضغط على إيران ويعني حصل ما حصل لكن إيران طبعا كنظام إيديولوجي فالسعودية وشعب أمير يعني متهرول هم دخلوا بالحرب يعني ظنوا أنه يعني مثل المشي في الحديقة يعني لكن كما رأينا الحرب ممكن تستطيع أن تدخل في أي حرب لكن لا تستطيع أن تخرج منها بسهولة لأن هناك أطراف متعددة ويؤثر على الجميع وللأسف الشعب اليمني أيضا ترك من القوى الإقليمية والكبرى يعني وأمريكا لم تدعم بالإنجليش يقولون يعني هم كلام فقط كأنه يدعمون معاناة أو يدافعون عن معاناة اليمنيين لكن لم يعملوا الكافي لو أمريكا قالت يعني لا نقبل الحوثيون إنقلاب حوثي ممكن لا وقفوا على الأقل لم يدخلوا العاصمة لكن هم يعني وروا يعني الضوء الأخضر واستمروا الحوثيون وحتى هم تفاجأوا يعني في الخلاصة السعودية دخلت الحرب مع إيران وهذا يستنزف الطرفين ولا أحد يعرف كيف يخرج من هذا الصراء وللأسف أنا زرت اليمن ويعني عجبتني كثيرا ويعني ناس طيبين وممكن في فقراء في يعني لكن في كرامة يعني أنا شفته في كرامة وحسن نية وأيضا طيبة اليمن يمنيين شفت أنا لاحظته بعيني وعندي أستقاء أيضا لكن هذا البلد ذمرت يعني البلد الفخير الآن تعاني ويعني بعض اللوبيات الأسلحة والتصليح والآخرين يستفيدوا من دم اليمنيين حتى هذا لا يرغينا أريد أن أبقى معك في السياسة أكثر من البعد الإنساني في الحقيقة لأن البعد الإنساني غالبا ما يتحول إلى يعني يعني ربما شيء هامشي أو كلتر الدامج أضرار جانبية في شؤون الحروب دكتور أحمد أنتم في تركيا كيف تقرؤون المشهد في اليمن هل لكم رؤية لنهاية المشكلة هل تحملون تصور للحل نعم نعم التصور الحال هو قراءة الأطراف متسارعة يعني ويجلس مع بعض نحن دائما نقول المشاكل الإقليمية يحتاج الحلول الإقليمية لا نتوقع حل من الخارج لا نتوقع أمريكا أو روسيا تحل المشاكل نحتاج أن نجلس مع بعض كنا نحكي مع إيران والسعوديين يعني أن نحل السنائي أو ثلاثي هم دائما واحد يعني يتهم آخر ولا يريد أن يجلس مع بعض وتركيا ما زالت عندها ماذا ممكن العلاقة شوي متبتلة مع السعودية لكن تركيا ما زالت تستطيع أن تجلس مع السعودية تستطيع أن تجلس مع إيران وممكن تجمعهم أن توصف بينهم ويعني لا أحد يعني يكسب في هذه ظروف وهم فهموا ذلك لكن عناد وأيضا ممكن كبرياء شوية من طرفين لا يسمح للحروب يعني لا يسمح للحلود لكن تركيا تصر على الحل العجل يعني مش الإنسان فقط يعني حرام الجيران يعني يقتل بعض ويعني الكل يعاني وليس يعني الممكن توصف بين دكتور أحمد اسمح لي أنا آسف لمقاطعتك أنا حين أسألك إن كنتم في تركيا تحملون تصور للحل في حرب اليمن السبب أني في الحقيقة نحاول أن نقرأ نبحث عن تصور للحل في الكويت في الإمارات في السعودية لا نجد أحد جاهز بتصور أما المسألة من الداخل اليمني فاليمن دولة مسلوبة القرار لا يوجد أحد يملك قراره في اليمن لا جماعة الحوثي تملك قرارها ولا الشرعية تملك قرارها ولذلك نفتش في عقول الآخرين أمام هذا الانسداد الموجود في اليمن ما هو تصوركم أنتم في تركيا للحل في اليمن أمام انسداد الأبق الموجود داخليا وإقيميا نعم في خيارين في خيار ممكن ديبلوماسي السياسي في خيار أيضا عسكري مثل ليبيا بالنسبة لتركيا يمن بعيدة جدا وأيضا يعني الشرعية أيضا إطراف الشرعية سعودية تسيطر عليها ولا صعب يعني تركيا تدخل عسكريا وأيضا بعيدة يعني لوجستيا بعيدة جدا وإذن يبقى الحل الاتياسي ديبلوماسي هذا هو الحل يعني في ممكن إحداث هناك حساسية بالعالم حول القضاء يعني الآن المشكلة اليمنية تركيا يعني في هذه المرحلة تريد ممكن تستطيع أن تتوسط بين بين الطرفين أو توسط بين الطرفين ليجلسوا مع بعض لكن هذا يحتاج أيضا طلب من الطرفين يعني يبدو أن إما سياسات يعني إيرانية تعتمد على مصالح أكثر من الهم لا يعني لا يشتكوا من حرب اليمن كثيرا لأن من يموت هو يمنيون أصلا ليس إيرانيون السعودية عنده رؤية أيضا استعلاعية على تركيا على الأقل في عهد ترامب ممكن أن يفكر في تفاهم وتفاوض في المستقبل لكن للتوسط أيضا تحتاج إلى إلى الأمانة للطرفين أو ثقة للطرفين وهذا لم يحدث بعض لكن إنسانيا أو أخ أني فيج ديبلوماسيا تركيا دائما طبعا تدافع أو تحول أن تقلل معاناة اليمنيين بالدعم الإنساني والأشياء أخرى لكن المشكلة الطرفان المتصارعين الآن ليسوا مستعدون للحوار وتركيا لا تستطيع أن تدخل مباشرة لكن التصور أيضا يبقى الحل السياسي يأتي من الداخل أو من المنطقة ليس من الخارج أمريكا لن تتبادر لحل المشكلة يعني ممكن تحلها بعد عشر سنوات دكتور أحمد يعني ألا يمكن أن نفهم من جانب آخر أن هذا التقارب الخليجي الخليجي يمكن أن ينعكس إيجابا على وضع حد لحرب اليمن نعم يعني على الأقل لو تقصد تقارب تركي سعودي أو تفاهم أنا أنظر للصورة بأكملها إن كانت تحمل أمل أم لا سواء كانت تقارب السعودي التركي أو التقارب السعودي القطري يعني هذين التقارب يعني لا يؤثر على المنطقة بشكل مباشر أعتقد يعني للأسف السعودية يعني هو يحتاج إلى إيران والسعودية شوية أن يجلسوا ممكن بعيدا لو يضغط ما يستمر على أو يستمر على ضغط على الإيران ممكن إيران تتفاهم مع السعودية لكن الآن لا أرى ذلك لأن عندها مصالح أكبر من اليمن هم يريدون أصلحة نووية إيراك وكعكة مهمة أكثر سوريا يعني بالنسبة لإيران أعتقد يمن إصراعي اليمن لكن لو هذه ثلاثة الدول يريدون يتعابنوا في اليمن طبعا يؤثر على المشهد ممكن ضد الحوطيون لكن هذا طبعا يعني بإصراعي الخريجي خليجي هم أيضا أضروا هذا الملف اليمن لأن قطر انسحبت من اليمن وهذه الأشياء لن يتحسن بسرعة يعني يأخذ وقت ونرى أيضا اليمن كما قلت يعني أضرتك المشكلة ليس بين اليمنيين يعني الآن أصبحت مشكلة بين الأطراف متصارعة من الصعب أن يوافق بين الطرفين يا دكتور أحمد أريد أن أفهم ليس متفائل كثيرا سيد أريد أن أفهم بأفق سياسي كبير شوية إذا كان ممكن يعني لا تبدو أن السعودية تبدو الجهود لوضع حد لحرب اليمن لم تسعز في السابق لتقليم أظافر إيران في اليمن ولم تضع حد لتعاظم دور الحوثي في اليمن واليوم السعودية هي التي تتلقى الصواريخ والسعودية هي التي تتلقى القصف ويعني مؤسسات وشركات النفط الكبرى في العالم في السعودية هي التي تتلقى القصف ألا يمكن أن يجعل السعودية تخطو خطوات إلى الأمام في وضع حد للمشكلة في اليمن وللحرب في اليمن تستطيع لكن هذا قرار كما قلت هذا قيادة شابة شوي وأيضا شيخوخة يعني شوي يعني في شيوخ يعني ممكن غير فعالين في أيضا شباب غير حاكمين يعني وهذا يؤثر على السياسة السعودية مثلا كما رأينا في سوريا لما أمريكا قالت ادخل هم دخلوا ودعموا المعارضة بعدين أمريكا قال نخرج هم خرجوا يعني هذا سياسة لم تتخذ تركيا تركيا عندها مصالح ويعني لازم أن تستمر في ممكن تعدل أحيان لكن مش لمزاج أو على مزاج أمريكا أو دول أخرى السعودية الآن في تأثير الأمريكي في تأثير الإسرائيلي في تأثير الإمارات في تأثير الروسي وأيضا حسابات أخرى وأيضا تأثير القبلي يعني في بعض الجهات ممكن تضغط على الإدارة السعودية لكي تحسم الأمر بعضهم يعني يحاول أن يؤرقلوا هذا المصار إذن سعودية في رأي متحيرة لا تعرف كيف تخرج أو تحسم المعركة وأيضا في تهميش بعض الجهات مثلا في القرار أن إعلن إخوان كإرهابي يعني هم يحتاجوا إصلاح في اليمن كيف هذا المنطق يعني أنت تقول أنت حليف معي وتقول أنت إرهابي في مكان آخر ويعني حقيقة في تناقضات كثيرة في قيادة السعودية ولا أتوقع هم عندهم رؤية واضحة وناجحة بالنسبة لليمن إذن ممكن الخبر يعني لأن بمقتل قاشوكشي والمعاناة في اليمن الآن وصلت إلى السماء يعني وإدارة العمريكية ممكن بايدن يريد يعمل شيء لميراسه وهو يضغط على الحل في اليمن والدول أيضا أخرى ممكن يضغط على ذلك وتركيا ستكون في أي دور إيجابي ستكون جاهزة يعني طيب دكتور أحمد أويصال فيما يتعلق بتقربة تركيا في ليبيا في الحقيقة أريد أن أصدقك القول يعني الصورة هناك من يشتغل ليجعلها قبيحة وهناك من يشتغل أيضا ليجعلها براقة وجميلة خارج الصورتين متى ستنتهي محنة ليبيا على يد تركيا عزيزي لو ترتاح الليبيين نحن سنرتاح يعني هذا بسيط جدا لو توطدت أو تتقوت أو تأسست الديمقراطية في البلد هم يختاروا يعني زعامتهم أو رئيسهم يعني أو برلمان بحرية بشفافية وكل شيء نحن نرتاح لا نتعب لكن في طرف في محاولة يعني على الطاولة الحوار في طرف يعني يتفاوز معك لكن يعني لما ترى ممكن الطرف الآخر يريد يقتلك هذا طبعا يقلق الليبيين أكثر ويعني هذا يدمر الثقة بين الطرفين ويعني في حوار الآن لكن في نفس الوقت في هدنة في انتهاك الهدنة في أباري مدينة أباري يعني كيف يعني هو إذن مثلا حفتر انقلب مرتين يعني قال أنا معك هكومة الوفاق ما معناه هم واغقوا عليها بعدين ماذا حدث الحفتر أخذ ما هو يريد من الاتفاق وانقلب على ما لا يريد يعني طبعا هذا لا لا ينفع يعني بمعنى آخر دكتور أحمد ويصال أنت قلت قبل قليل بأن السعودية والإمارات احتربوا في اليمن لا يوجد لديهم لا يوجد لديهم تصور ولا رؤية للحل ولا للخروج من حرب اليمن هل أن تركيا غرقت في ليبيا أم أنها تستطيع أن تنهي المشكلة عاجلا وتترك ليبيا لحل سبيلها وتخرج وتعود لشؤونها الداخلية أزيزي تركيا كانت في وشك الحل المشكلة ليبيا تماما لكن لأن في في نفط في ليبيا هو ممكن يعني حسن حظهم أيضا سوء حظهم حسن حظهم لأن العالم ينتبه إلى ليبيا أكثر من اليمن هذا شيء يعني على الأقل في أطراف يقولون لا نريد فوضى في ليبيا أقس اليمن لكن هذا أيضا يجذب الذباب يعني في ليبيا تركيا لما هو يعني يدعم الهكومة الشرعية والآخرين دخلوا حتى فرنسا والأمارات ومصر باقي عاجزا وهم أدخلوا الروس أيضا الروس يعني دخلت غير مباشر لا يعترف وجودها الأسكري في ليبيا طبعا كدولة كبرى وعنده صواء أسلحة كمتطورة والأشياء أخرى يعني لازم تعترف يعني شعب الليبي لن يحسن مع الروس وهو يتوقع ممكن مصالح أخرى والأشياء أخرى يعني هو طبعا في أيضا إشراف الأممي يريد بصايا مرة أخرى هم يعني خربة المشكلة لكن مرة أخرى هم لما الطرف الديمقراطي وشرعي يفوز يد العليا هم يريدون أن يتدخل مرة أخرى ليوازن الطرفين هذا طبعا يعقد المشكلة يعني يعصب يصعب المشكلة والحل لكن تركيا موجودة وتدعم شعب الليبي وطموحاتهم للديمقراطية والاستخلالية حقيقة لو هم اختاروا يختاروا الرئيس بشفافية نحن يعني مرحب بهم ولا نخلق عن عن ليبيا لكن نفس دكتور أحمد دكتور أحمد أنت دكتور أحمد ويصال أنت مثقف وباحث وأكاديمي تركي مختص بالشرق الأوسط هل أنت يعني لديك تصور متى سينتهي التواجد التركي في ليبيا ومعه متى ستنتهي محنة ليبيا هل لديك تصور زمني متى سيأتي هذا الوقت يعني في رأيي هذا لو بعد الانتخابات الجاية يعني مخددت في ديسمبر في نهاية ديسمبر تقريبا يعني لو تستقر وهناك الجيش وهناك والطرف الآخر لا تستطيع أن تنقلب مرة أخرى على ليبيا نحن لا نقلق وممكن نخرج مباشرة أيضا وجود تركيا هناك ليس وجود عسكري هو وجود لوجستي أكثر وديبلوماسي أكثر كله يحكي عن دعم تركيا لليبيا عسكريا لكن هذا دعم الديبلوماسي أكثر من العسكري لأن حقيقة هم انقلبوا على هكومة الوفاق وهم ضيقوا عليه وتركيا هو الذي لعبت بين أمريكا والروسيا بين إيطاليا وفرنسا يعني كل هذه المتناقضات بين مصالح مختلفة تركيا يعني كسبت وقت لهكومة الوفاق وأيضا أجبروا الأطراف لطاولة الحوار لكن لو لم يتدخلوا بمستقبل تركيا ممكن لا حسمت مع حكومة الوفاق لا حسمت الأمر ممكن شهرين ثلاثة لكن يعني للأسف الحكومة القوى العظمى ليس لهم مبادئ وأيضا في ضغوطات على تركيا اقتصاديا ديبلوماسيا يعني هذا أحد العلمة لا تسمح لأي دولة طيب يا دكتور أحمد قبل قليل أنت قلت لي بأن الاهتمام الدولي في ليبيا أكثر من الاهتمام في اليمن لماذا برأيك الروز عبيبي الروز يعني النفط بالغاز للأسف يعني يجزب الاهتمام أكثر وأيضا الأمن الأوروبي مرتبطة ب بليبيا لأن هناك خطوط التموين الغاز وأيضا التجارة وأيضا هم يقلقون عن الإرهاب يقلقون عن اللاجئين الأفريقيين يعني هو قريب من أوروبا وعندهم مصالح مباشرة مع ليبيا وهم يهتمون أكثر ولكن للأسف اليمن ليست عندها النفط يعني فيه نفط لكن مش لدرجة كبيرة وأيضا بعيدة عن الأنظار وفيه فرق يعني هذا أموما يعني ممكن يفيد لكن أيضا يطيل الحل لأن كل يعني فيه كل الدول لا أحد يا أمريكا مثلا أو أوروبا يقول ديمقراطي ديمقراطية والآن يعني شفتم اليوم مع فرنسا مع السيسي وحفتر يعني كانت أعتقد أمس يعني ترحيب هذا بالدكتوريات يعني هذا للأسف يعني يؤسف ولكن هذا واقع يعني هم يريدون ديمقراطية لأنفسهم فقط مش للأرب والمسلمين هذا مشكلة دكتور أحمد ويصال العهد الجديد للرئيس الأمريكي جوزيف بايدين هل تتوقع أنه سينعكس علينا في منطقة الشرق الأوسط ما المتوقع لحرب اليمن أو لسوريا أو ليبيا ما المتوقع لدول الخليج أم أننا لأننا لا نملك قراراتنا فنتوقع من الآخرين أن يمنحون أشياء مستحيلة هل هناك شيء نتوقعه من العهد الأمريكي الجديد للديمقراطيين مع بايدين نعم يعني في فرق أنا أتمنى وأتوقع سيكون في فرق يعني هو رجل النظام الأمريكي قديم تقليدي يعني لكن لا يستطيع أن يكون مثل أوباما أو السابق مثل كلينتون لأن هناك تتحولات في كل العالم كما قلت في سعود الشرق في الصين في عولمة في كورونا في ترامب أيضا هزت العرض هزت العرض جوية والآن أمريكا يعني مختلفة من أمريكا قبل أربع سنوات يعني في في فرق والبيدن أيضا ستكون يعني صعب له أن أن يتكيف مع الظواهر الجديدة ولو بايدن يعني في نية أو أعلى الأقل مثلا لو هو يحتم بالصين أكثر بالأسيا أكثر أوباما وترامب أمكانوا يريدون ذلك ليكون شوية التدخل الأمريكي أقل إذن سنقر الدول المنطقة سيقرر لأنفسهم وممكن هذا يسهل الحوار تفاوض بين الأطراف المنطقة تركيا إيران والسعودية وإلى آخر وهذا يعني يفيد أصلا يعني لو هم يقرروا للمنطقة دائما هذه القرارات معظمهم سيكون سلبي ولا يفيد إذن الأسلوب بايدن وسياستها طبعا مش واضحة الآن كثيرا لكن يعني نحن نعرف سيكون مشكلة كثيرة مع السعودية ولو هو يريد يعني لا يستطيع أن يقترب من محمد بن سلمان لماذا؟ لأن الديمقراطيين والصحفيين الليبراليين عندهم هاجس بمقتل قاشوكجي وأيضا هذه الظاهرة لن تمتهي ولا أحد سيقترب من محمد بن سلمان مثلا هذا سيؤثر على سياسة سعودية وممكن تجلس وتتفاوض مع الجوار إكثر وابتعاد عن إيران أو تقارب مع إيران ممكن احتمال أيضا كيف هم يضغط على تركيا وتركيا لو تركيا طبعا يعني يأخذ قرارها لكن يعني تأخذ كل هذه الحسابات بعين الاعتبار لما تأخذ القرار وهذا طبعا صراع مع الروس لأنه نعرف بايدن سيضغط على الروس ممكن أكثر وعندهم مشكل بالسوريا وبالليبيا هذا الملفين وبقرم يعني ستؤثر على سياسة روسيا ممكن يجبر روسيا لتفاهم أكثر مع دول المنطقة أو يبقى كما هي يعني هناك متغيرات مختلفة يعني سيؤثر على كل الملف نعم لو يضغط على السعودية أيضا القضية اليمنية سيكون ملف مهم بالطور أحييك دكتور أحمد أويصال في الحقيقة لم يعد لدي وقت كثيرا لم يعد لدي إلا أن أشكرك شكرا جزيلا على سعة صدرك وإحتمال الأسئلة وأن أأخذ من كل هذا الوقت إن شاء الله ستقمعنا الظروف ونلتقي في لقاءات قادمة دكتور أحمد أويصال رئيس مركز أرسام لدراسات الشرق الأوسط في تركيا شكرا جزيلا لك أشكركم أيضا مشاهدي الكرام سألتقي وإياكم في الحلقة القادمة من البوصلة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر